وللحديث عن استعدادات الأمن العام لانتقال الحجاج إلى مشعري ميناء ينضم إلينا مباشرة من مقر الأمن العام بميناء مراسل أخبار السعودية سعيد الحمد مرحبا بك سعيد ضعنا في آخر استعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن بمشعري ميناء مساء الخير أحمد مساء الخير أيضا لكافة سادة المشاهدين بعد انقضاء يوم عرفة العظيم ونفرت حجاج بيت الله الحرام من هذا المشعر العظيم إلى مزدرفة للمبيت هناك حتى فجر يوم غد ومن ثم استعدادا أيضا للانطلاق مرة أخرى وللعودة من حيث بدأوا في مشعري ميناء أيضا لرمي الجمرات نتحدث عن جهود أمنية في ظل يوم استثنائي جرت فيه أحداث كثيرة في عرفة الانتقال من ميناء وحتى مسجد ناميرا وخطبة أيضا يوم عرفة ومن ثم أيضا للانتقال إلى جبل عرفة للوقوف هناك حتى غروب الشمس هذه الفترة كاملة كانت تحت غطاء أمني وكذلك جهود صحية على أكمل وجه رأينا أيضا كافة الجهات الحكومية حاضرة ومتواجدة على أرض الميدان أنا متواجد الآن تحديدا في مركز قيادة الأمن والسيطرة في مشعري ميناء كما تشاهد خلفي طبعا هذه الكاميرات وأيضا رجالات الأمن الذين يعملون ليلة نهار هم الآن حجاج بيت الله الحرام في مشعري مزدرفة للمبيت هناك لكن الأعين الساهرة هنا تسهر ولا تنام لمراقبة أيضا النواحي الأمنية وكذلك عمل التنسيقات التنظيمية بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي حسب تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة طبعا الحديث في هذا الأمر وللحديث أيضا في إنجازات رجل الأمن السعودي الذي لطالما رسم صورة مشرفة عن إنسانيته وعن أيضا ذاتيته من خلال على مدار السنوات الماضية في خدمة حجاج بيت الله الحرام تمثل ذلك في صور يعني لاقت رواجا كبيرا جدا عكست لنا مدى أهمية العمل المؤسسي الذي يعمل به رجل الأمن السعودي للحديث في هذا الموضوع ينضم إليه الآن مدير قيادة مركز الأمن والسيطرة وهو سعادة العميد طارق بن أحمد الغبان حياك الله سعادة العميد ومساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله وانحيا أعزائي المشاهدين على القناة السعودية حياك الله سعادة العميد كيف جرى الأداء في مراحل الخطة التنفيذية الأمنية في حج هذا العام طبعا خطة هذا العام تمر في ثلاثة مراحل المرحلة الأولى والتي توافد الحجاج على مكة المكرمة ولله الحمد تمت في نجاح حسب ما خطت لها بالنسبة للمرحلة الثانية طبعا اللي هي مرحلة قضاء يوم التروية والتصعيد والنفرة قضاء يوم التروية ولله الحمد حسب ما خطت لها وأيضا التصعيد العرفات يوم استثنائي في يوم عرفة عمل شاق جدا رأينا رجالات الدولة من كافة القطاعات العسكرية متواجدين على أرض الميدان في مسجد ناميرا في جبل الرحمة يعني كيف شاهدت جهود رجال الأمن وأنت قائدا هنا وأنت تشاهد هذه الجهود على أرض الواقع أولا يوم التصعيد العرفة تم باحترافية ومهنية عالية جدا وفق الخطط اللي عدت من قيادة قوات أمن الحج وأيضا وفق المعايير الصحية بالنسبة للنفرة ولله الحمد كانت النفرة ناجحة مئة في المئة وبوقت قياسي جدا وصولا إلى مزدلفة ماذا عن سؤالي الأخير لك سعدة العميد هل هناك مخالفين للحج دخلوا غير نظاميين لم يتمكن أي شخص في دخول أداء الحج فقط للمصرح لهم بالنسبة فيه محاولات وتم السيطرة عليها في حينها شكرا جزيلا لكم وقواكم الله بيضل وجهكم العفو إذن أحمد كما شاهدنا هذا كان حديث رئيس مركز قيادة الأمن والسيطرة في مشعر ميناء وهو سعادة العميد طارق بن أحمد الغبان الذي أكد أنه لا يوجد حاج غير نظامي دخل إلى المشاعر المقدسة كان هناك محاولات نعم ولكنها ولله الحمد باءت بالفشل بفضل طبعا جهود رجالات الأمن السعودي